دائرة الاختر قاعدة تتوسع ونابل هاي خلطت بالركب انا جمعة التالية كنت عملت فيديو وقلت لكم لقدر الله راي تونس في الايام القليلة القادمة راي وتنجم تشهد زوز مخاطر كبيرة قلت اليهوما ديال كلاب وجدري القردة تو انا نحب نقول لكم اللي الابسوليو الحاجة اللي قاعدة اخطر وظاهرة توها هي ديال كلاب وبعدها بيامات اليهو ثلاثة ايام التالية عملت الفيديو الثانية اللي تعرفوها واعطيتكم النتائج متع تحاليل متع معها الباستور بارابور ديال كلاب في ولاية القاسرين وقلت لكم مش نوه قال المدير الجاوي للصحة بالقاسرين واليهوما اربع واربعين حالة ايجابية عند الكلاب وحالة عند نعجة وحالة عند معزة ويلا يومينا هاذا هو تعبد عليها الفيديو ثلاثة ايام وفي القاسرين ما صار حتى شي وقلت لكم مني الكلاب متع السيد تعبدها عبارة ما ثم حتى شي وعبارة ما هوش من اخطر الحاجات اللي تنجم تعيشهم تونس واللي مش هدناش هكا اكثر من اربعين سنين تالي واللي راه ولا قدر الله اذا بديت تظهر العوارض انت على الكلاب وتعديت على البشرة ومعاتش فيها دوي وراه ولا قدر الله يموت مباشرة كل مرة نزيد نعلي في الكلمة بتاع ونقوي في الانتونسي تاع خطر الاختر قاعد يحتد اليوم يخرج مدير دائرة الانتاج في وزارة الفلاحة الانتاج الحيواني ويعطينا النتائج اليوم اللي خرجت انت عم في معد باستور بارابور النابل وقال انه ثم 33 حالة اي جابية لديه الكلاب بين حيوانات مختلفة ما بين اقتاطس وكلاب وما واش يا معلم وين ماشين وين ماشين بيه 46 في القسرين و33 في نابل هذو اللي يبعثوا التحاليل متاحهم بخلاف اللي ثم تحاليل متاع ولايات اخرى ومعتمديات اخرى تبعثت وما زلت ما خرجتش النتائج وبخلاف اللي مبعثوش التحاليل وبخلاف اللي في الولايات بيدة اللي يبعثت التحاليل وخرجت النتائج اما منجموش يحلوا لحيوانات الكل واللي نجمو يكونوا ثم حيوانات اخرين مسايبين واللي نحنا منعرفوش عليهم اليوم عندهم دي الكلاب راو نحب وقول اللي يتوق قادمين على رونتريسكولير النسب لصغارنا بشارج على القراية وفي اللارييف تعرفوا الكل اللي ثم لا كيران ولا ثم ترونسبور لشي ثم صغار راوم يشقوا بثمانية والسبعة والستة والعشرة كيلو متر على ساقهم ويمشيوا في غيب ويمشيوا في بلايس فيهم كليب وفيهم اختاتس وفيهم نواشي وفيهم ثعالب وفيهم ذيوبة وثم اتسيترا راو نجموش يكون اختر على صغارنا يا ديكم ربي ونعرفو اللي صغارنا من نجموش يكونوا وعين لك الدرجة بريمير ودوز يمني بريمير يشوف قطوس يحب يمشي يلعب معاه يشوف كلب يحب يمشي يلعب معاه وقت اللي هو يسخيل لك يتود متاحهم العادية وقت اللي الكلب ولا الحيوان اللي هو مصاب وذورت عليه العوارض ومشيت بالجدي بشي يولي حيوان عدائي يولي شيرس يولي يحب يهجم على الحيوانات اللي كيفوا اللي مش كيفوا حتى على البشر راو هنا نحب نحكي في الكلمة دي راو حتى الحيوان بيدوا مسكين هي شبك ما هو بيدوا الضحية يعني يجب انقاذ الحيوان والبشر راو حكاية القنص واتسترا راو ممكن في كأكسترين في اللخر معناها اللي الحيوان بيدوا تنقذوا وتنقذ الحيوانات اللي كيفوا ولكن الحيوان لازم اكتحنيه هو بيدوا بش ما يتعرضش لدي الكلب بخطره هو بيدوا يتعذب ويموت والبشر كانت تتصعدينهم لقدر الله وتظهر عليه العوارض كيفاش مش تنقذوا وقت اللي الى يومنا هذا ما ثم حتى بلاد في العالم تنجم تنقذ بشر ظهرت عليه عوارض للكلب ويهي ماشين بيس كي تذي في بينكم اليوم وزير الصحة هو ألا باس إبيديميولوجيست وهذا وباء قاعد متع دي الكلب بينتشر ومارينة حتى شي تبعى سبيسياليتي متاعه صحيح بش يحد هالكارثة الوطنية اللي قاعدة صايرة في بلادنا اللي لقدر الله تزيد تنتشر اكتر ما عادش النجم ونوقفها معناه شنو اللي لازم يسير في تونس اكتر من هكاية اهديكم ربي بشتتكاتف الناس الكل مع بعضها رأوا قاعدين نحكيوه على اختار كبير وما عادش يفرق نبيل لا ولايات ولا معتمديات ولا شي ستريد جراف اللي قاعد ساير الكوميونيكي اللي هبطت ما بين ثلاثة وزارات الداخلية والافلاحة والصحة قلنا انه نظريا منتز ولكن تطبيقيا ما صار منه حتى شي اسكل يوم بشتعمل على وعي المواطن اللي يا اخوي احسبني انا مواطن ما نيشويعي اتقول لي كريت حالة وكلمني في الكوفيد اللي حطيتهم الناس تطلب ما تجاوبوش وثمى الناس اصلا ما تطلبش خاطر ما تماش وعي يلا غالب مواطني من الاخر معنايا لازم تتعامل الدولة يزيون من 70% من الاجراءات اللي في الكوميونيكي لها بط كله تعمل على مواطن مش كلمك بالرقم الاخضر ويزوى حيوانه ويلقحه واحده ويزندراش نوه ويزندراش نوه حتى حيوانك اللي حطه وانتي في جنين تكلبك تنجم تجيه قطوسة لقدر الله مصاب بدأ الكلب تتشعبك فلحية تنجس تعار كويه تخبشه وليه هو بيده مصاب وانتي تبدأ مكش في الدار وما تعرشش عليه وما تشلقش به راو اختر هذي راو اختر لازمك تعطيونا حلول عصرية الواباء من القرون الوسطى نورمال مو ما عادش عاود يصير تعطيونا حلول حلول لا ماهيش حلول شميتة للحيوان وماهيش حلول شميتة للبشر وتنقذوا البلاد من كارثة وطنية لقدر الله وتتحركوا محد ماهو عامل مزيع للشعب ذي